بسم الله الرحمن الرحيم عزا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هزلت والله هزلت لما الصراصير صار لهم حس وصار لهم صوت الصراصير اللي في المجاري صار لهم وزن حسبي الله نعم الوكيل فعلا في زمن زمن يعني حسبي الله انقلبت الموازين لما القواد صار يتبجح امام الناس ويقول انا قواد فضيلة الشيخ عثمان الخميس سؤال سؤال عادي قالوا يعني انتش رايك في الحريم اللي يطلعون صورهم في الانستغرام فالرجال يعني بالفطرة فطرته لانه رجال فطرته لانه عنده خيرة على النساء فيقول لك يا اخي حرام ان الحريم يحطون صورهم في وسائل التواصل هذا الكلام زعل مين زعل قوادين المخنفين الخنازير اللي عايشين وسطنا اللي يسمون انفسهم رجاجيل مبهني المشكلة انه يزعلون لا المشكلة انه قاموا يتجرؤون ومسوين حملة ضد فضيلة الشيخ عثمان الخميس انت علي اساس تحرم من انت حتى تحرم ظهور النساء طبعا لانه هذول قوادين ويملكون شبكات دعارة فيهمهم ان الحريم يطلعون وتنتشر صور الحريم وينتشر الفساد وتنتشر الفحشاء والمنكر فمو بعجبهم كلام الرجل الغيور فالرجل الغيور صار للأسف في هذا الزمن عملة نادرة وشيء غلط وشيء عجيب الغيرة صارت عجيبة في هذا الزمن لانه فعلا صار هذا الزمن زمن مين؟ القوادين والمعرصين والناس العاهرين والداعرين فالان في حملة ضد فضيلة الشيخ في التويتر ليش انت تحرم؟ عموما انا باختر لكم بعض التضريطات التضريطات ضد فضيلة الشيخ عثمان هذا واحد ملحد ملحد يمني واهل اليمن بريئين منه اسمه علي الظريطي شي يقول علي الظريطي عزيزي عثمان الخميس صورتك هي العورة واحتراما للذوق العام عليك لبس النقاب انت وكل من يشبهك في التخلف نعم فضيلة الشيخ عثمان الخميس متخلف وانا اخوكم عبد العزيز الانصاري افتخر اني انا متخلف وانا دايما اقول ان لو حد فتش وسوى فحص في دمي راح يحصل فيتامين تا فيتامين تخلف فيا علي الظريطي اذا انت مبعاجبك ان فضيلة الشيخ عثمان الخميس يحرم انت مش تقول انك انت ملحد انت مش تقول انه ما في الله يا طقعان مش تقول انه ما في ديانه انت مالك انت شدخلك انت مالك خص احنا نسانا وانغار عليهم انت يا قواد مبعاجبك خلك مع هلك خلك مع طوايفك خلك مع اللي انت مسؤول عنهم روح تقود عليهم انتم مالك خص بي بنات المسلمين مالك خص ولا تتطاول يا نجس على فضيلة الشيخ عثمان الخميس احنا مسلمين واحنا نرى ان لا يجوز شرعا ان المرأة تطلع صورها حتى لو كانت محجبة والعلمكم هذا رأيي من زمان قبل عثمان الخميس انا اقول لا يجوز للمرأة انها تطلع لا في التلفزيون ولا في وسائل التواصل ولا تطلع صورتها حتى لو كانت محجبة حتى لو كانت محجبة وبدون مكياج انا اعلنها لكم وراح اتكلم في هذا الموضوع ويا علي الظريطي تعال كلمني انا لا تكلم عثمان الخميس عشان احط الجسمة في فمك لانك قوادم عفن ولا تنفع معك الا لغة القوادين يا نجس قال لك عثمان الخميس يلبس نخاب قاتلك الله ما انجسك لما تتكلم مع علماء المسلمين تتكلم بأدب يا قرد قاتلك الله يا حفيد القردة لانك انت علماني نجس ملحد تؤمن بين جد القرد احنا جدنا سيدنا آدم عليه السلام نبي قاتلك الله قال لك يا عثمان الخميس يلبس نقاب انزين هذا واحد ايضا تضريطة لواحد اسم علي الظريطي عفوا علي الظريطي خلاصنا منه هذا اسمه وليد الظريطي شي يقول وليد الظريطي لا للوصايع للاخرين ماذا يلبسون وكيف يظهرون وبماذا يفكرون يا قرد يا وليد الظريطي تبعي انا خلي بنتي تطلع عريانه لا وصايع على الاخرين اخلي بنتي تطلع بستيان هذا اللي تبونا هذا اللي تبونا يا قرود يا انجاس يا خنازير لا وصايع على الخريق قلتش والله خلاص نقول حق الله لا ما لك وصايع على نسان ونقول حق الرسول صحيح لا وصايع على ونخلي نسان يطلعون سلط مل هذا اللي تبقيه رؤية عشرين ثلاثين يا قواد قاتلكم الله يا قوايد ما حصلت لشفع الثمان الخميس تطاولون عليه قل لك والله مين قال لك اطلع الفتوى لا احنا نبي فساويكم نبي فساويكم تضيطاتكم وهذا واحد اسمه المسافر بن دد المسافر بن قواد المهم يا مسافر بن قواد تعدى حدوده يتكلم على الشفع الثمان الخميس نتمنى من السلطات تحويله للتحقيق بسبب اثارة النعرات العرقية والطائفية والمذهبية والدينية والخميس يساوي المهم والتدخل في حرية الناس وصل مرحلة التكفير وهذا مؤشر خطير إنسان يا يا المسافر بنت بن قواد المهم يا مسافر بن قواد تعدى حدوده عشان قال يا أخي لا تطلعون في التويتر لا تطعون صوركم في الإنستغرام تعدى حدوده يجب تحويله للسلطات طل عالقوادي وين نحولهم أنتوا يا المخانيث وين نحولكم عثمان الخميس نحوله للسلطات عشان يثير النعرات العرقية الرجال غير عن النساء المسلمين الرجال عنده غيرة صار نحوله نيابه وسبحان الله فعلا فعلا نحن في زمن اخواني الكرام القواديين نصفق لهم والعاهرات نكرمهم والمفاريط صاروا يتسيدون وهذا عثمان الخميس نحوله للسلطات عشان قال يا نساء لا تطلعون في الإنستغرام قاتلكم الله يا منافقين يا المخانيث يا المخنثين انت يا مسافر بنت دوت قواد اذا انت ترضى على امك تتعرى اختك تتعرى ترضى على بنتك تتعرى كيفك يا حبيبي احنا المسلمين الاشراف المتخلفين انا متخلف لاني انا اخار على النساء المسلمين اذا احنا تكلمنا هالكلام انت ما لك خص انت لا تتدخل القرود والخنازير يمتنعون احنا رقم واحد رجال مسلمين وبشر وعندنا خيرة لا نرضى على بنات المسلمين انت ترضى وطلع تذريطات انت حر تدري يا مسافر دوت قواد وانت يا علي الضريطي ويا وليد الضريطي تدرون لو الامر بيدي والله والله امشيكم في الشارع مفاصيخ وخلي الاطفال بالخيازرين الى شطون خلفياتكم العفنة يا قردة يا خنازير تبي عليكم يا كلاب شيخ عثمان الخميس قال راية حراية واهن حراية علي الضريطي مو بتتنادوا بالحراية حراية واهن يا علي الضريطي كل يام تطقع وتقولوا والله حرية حرية حلا مشيق عثمان حرية انا عبد العيسى الانصاري انا اشوف شرعا واخلاقيا انا افضل ان النساء يطلعون حتى بالحجاب حتى بدون مكياج وبعدين عشان انا اعلمكم يا قواويت طبعا مرح انا اقول لكم والله مهما تكلمت وما حتفاهمكم قدي يا انجاس يا علمانيين وانا خبرتي الطويلة في المجال الاجتماعي الرجل يشتهي النساء وانتو اكبر قواويد واكبر رعين جلسات انتو يلي تمثلون الشرف اكبر رعين جلسات وجلسات دعارة وكلكم مسكين عليكم سيديهات في عليكم يا كلاب الرجل يشتهي المرأة انتي اخت الكريمة اللي تسمعيني الان طبعا للأسف الجوال البطارية صارت ضعيفة ولا طلع لكم بعض التضريطات الأخرى هذه واحدة سمها اريج اريج ذراطة يقولكم السعودية دخلت عالم ثاني واحنو يقولون لنا لا تحطون صوركم في الانستجرام وفي تويتر لا ومستغربين ليش تنزلون تنزلون صوركم ليش تعندون يا عمي روحوا له وعمركم بسالفة اسوى السعودية راحت عالم ثاني شنو السعودية اخترعت القنبلة نووية فرحاننا السعودية فيها ترفيه فرحاننا السعودية فيها حفلات وخلط بلا هذا اللي تبوري يا قواويت انا قلت والله السعودية راحت عالم ثاني المخترعة يعني قنبلة نووية اخترعوا علاج للسرطان هذا الله بنفتخر فرحاننا السعودية فيها ترفيه ودعارة ولعب هذا اللي تبينه راحوا عالم ثاني اي عالم اللي تتنادون فيه عالم المسخرة والخرابيت واللعب والهز يا وز والله والله إخواني الكرام هذول هذول دعاء على أبواب جهنم والله دعاء على أبواب جهنم أنا لا أريد أن أطيري أنا أعطيكم إياها وخذوا هذا الكلام الرجل يشتهي النساء أنت ختل كريمة لما بتحطين صورتك والله أنا قلت كل الرجال بلا استثناء إذا شاف صورة امرأة يمسكها يشوفها واو عيونها خشمها ويكبرها هي والله حلوة وهكذا وبعدين لعلمكم عالم السوشال ميديا عشان تفهمون بعض العلماء ليش يحرمون هذا الشيء كم بنت دخلت السوشال ميديا بالإحجاب وبعدين فصخة الإحجاب كم بنت دخلت السوشال ميديا بدون مكياج وبعدين حطت فل ميك أب كم بنت فصخة الإحجاب على الهوة كم بنت اشتغلت مذيعة وكانت بدون مكياج مع الوقت أجيب لكم صور أجيب لكم صور كم بنت تدريجيا تدريجيا هذه خطوات الشيطان نحن أخواني الكرام ويا بنات اسمعيني اسمعيني يا بنتي العزيزة أنا لما أقولك لا تطلعين أول شيء نبي الناس لا تتكلم عنك بالقيل والقال الشيء الثاني ما نبي الرجال ينظرون لك حتى لو نظر لي وجهك وراح يكبر صورتك وراح يوزع صورتك شوفي والله حلوة وشوفي والله حتى ياما طلعوا بنات وطلعوا مذيعات في التلفزيون وقاموا يتكلمون عن هالرجال ومع الشهرة انت حلوة وانت جميلة تبدأ تنفتن تبدأ تحط في الميك أب تبدأ شوي تطلع شعر أوب 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 إلى أن ترمي الحجاب كم واحد طلعت ورمت الحجاب أستحلفكم بالله عزيزة المشاهد فهذه خطوات الشيطان فشيخ عثمان الخميس لما يقول لكم والله هذا حرام لأنه لا يريد الفتنة لكم لا يريد القيل والقال لكم لا يريد تتبعون خطوات الشيطان وكشماني والله كشماني يشوفون واحدة محجبة يغرونها بالفلوس إلى أن تدريجيا إخواني الكرام وسائل التواصل ما هي إلا خطوات الشيطان إلا هي خطوات الشيطان فيا بنتي يا إختي العزيزة حذاري طلعين صورتك حتى لو كنتي أنت والله والله أنا أقولك حتى لو منقبة لأن النقاب راح يجر ويجر 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 وخطوات الشيطان فلوس وفلوس ولعب وشهرة وإضاء وكل واحد يقول أوي الحلوة وفديت عيونك وفديت وإنتي حتى لو محجبة حتى لو محجبة وما حط لمكياج وحجابك الشرعي فديتك وفديت عيونك والله إنك حلوة خاطري تتزوجيني وخاطري مدري والله هذا الكلام راح تدريجيا يأثر عليك اتخذي كلام أخوتي عبد العزيزة النصاري الخبير الاجتماعي اللي من 28 سنة في الإعلام من 28 سنة في الأمور الاجتماعية وفاهم رجاجي العديل زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء رقم واحد الرجل يشتهي النساء الرجل يشتهي النساء لا تقولوا لي والله هذه في واحدة طبعا لكن للأسف البطارية ضعيفة واحدة كاتبة طبيعة وزاهر الله خير كانت تغريداتها بكل أدب طب يا أخي في الشارع هذا يسمونه التقاء غير لما نشوف صورتك 24 ساعة غير لما نشوفك تتكلمين 24 ساعة وأنت أمامي غير لما نعلق لتش وتغزل فيتش وأنت راح تتأثرين بالغزل فاتقوا الله يا ناس اتقوا الله يا بنات لا تلتفتوا للقواويد القواد مثل الزهوي نحن نسميه زهوي القواد والمخنثين مثل الصرصور صرصور شنو ديتها لما تدخل الحمام هات بشيب شيب وين وين زي والله ياريت عندي نعالة حين كنت رويتكم ويا حط على أخواني الكرام والله أرجوكم يعني أنا الموضوع طويل هاي المواضيع أنا طويل فيها أخوي فضيلة الشيخ وتاج راسي عثمان الخميس استمر وكلامك صح وأنا أيدك أنا أيدك في كلامك وهذه الفطرة الفطرة أن النساء ما يطلعون حتى لو كانت تكاشفوا وجهها في الشارع لكن ما تحط صورتها مو بها تكون عرضة لملايين البشر يشوفونها ولا تلتفتوا للقواه حرية حرية الرأي سبحان الله والله العلمانيين والملاحدة العرب هدد جالين كل شي عندهم حرية إلا لما انتكلم في الدين ينقلبون سبحان الله الخنزرة تطلع القودنة المخنثة تطلع منهم وحقيقتهم تباد حقدهم الشديد على الإسلام حذاري حذاري تطاول على واحد من أولياء الله وعلى المشايخ والله ما عندكم والله ما لكم إلا الجسم ولو فيكم رجال وكفوا تعالوا تعالوا تكلموا معي في عليكم يا كلام في عليكم آردواكم يا كلام قاتلكم الله